موسيقى كان عندي عشرة خمسائر سنة كده بتو بروحوا قاد مع واحد راجل يعني في نفس الجزيرة هنا في هيسة بتو بيهازف الزي وكده مرة في مرة هو ايه قال لي خد درب كده شوف قاعدت امسك الطنبول واهزف راح املها لي واحدة ليه بيجيت اهزف بقا تعود على عصفية هو اهم حاجة اليدي ده اهلم عليه اتعلمت وبعدين اشتركنا في فرجان وبيا زمان وزمان عندنا سيادتك السفز احمد ما كانش فيه مصارح كان يجيبوا ثلاث دكا كده الفنان يقعد في النص الدكا والدكتين دول الكوريس بيقعد يرد وهنا في النص بقا كان فيه نفرين بيغيروا بعد دور دور بيرقصوا ركسا وبيا ركسا معينة برضو وكوريس شغال الفنان بيغني والكوريس يردوا وراه وكان كده زمان كان الكوريس عبارة عن الجمهور كله اللي موجود اه كله كان بيرد هو ده بنسبة الكنوز والفاجتشات زمان كان يقفوا كده زي مغزة طبور كده صف اسمها العراجيت كان بيغنوا فاجتشا بقا ويغيروا بعد في العراجيت طب ليه الطنبور اختفى من الفرق المزيكة المنوبية اللي شغالها دلوقتي عشان القرج فيه نغم الطنبور في القرج نفسه الكيبورد اه القرج اللي بيازف الفنانين دولا فيه نغمة دي يعني يعني مسلا واحد زي أستاذ محمد مونير فيه أغانية كلمات بالطنبور يجيبه في القرج بقا بدل ما يود الطنبور ولا يازف فهده العود والطنبور اللي ديعوا العود والقرج اللي ديعوا نزفة الطنبور دلوقتي كان موجود لحد سنة كاملة ايه عادي في الفرقة دلوقتي أول لقايد السباينات السباينات اه السباينات بقي ايه تفرق الزهرت والقرج والعود والكانون والحاجات دي جتار ودي فالطنبور بحدش كان بيفتكر فيه فهنا كمان لما بنازف كنا بنازف فيه البيت الزباين عجانب بيحتموا بالعالة دي هم زي ما دول بيروح في المعابد عندنا بيشوفوه مرسوم الطنبور في المعابد هم زي ما دول بيروح في المعابد هم زي ما دول بيروح في المعابد